بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة درسنا في الوحدات السابقة التكامل غير المحدد سندرس في هذه الوحدة التكامل المحدد من أجل ذلك أحتاج إلى بعض المفاهيم طبعاً ظهر المفهوم التكامل المحدد بوسطة العالم ريمان في عام 1640 والفكرة تجلت في إدخال بعض المفاهيم والتعارف التالي عندما طلب في ريمان حساب مساحة غير منتظمة في هداك الوقت كان المطلوب حساب مساحة المنطقة هذه الموجودة تحت المنحنة يتساوي إلى FX والمحور OX والمستقيمان الرأسيان X يساوي A و X يساوي B مساحة هذه المنطقة عندئذ بدأت الفكرة تتجلى عند ريمان بأن نقسم المنطقة A B إلى مناطق جزئية بواسطة النقاط نضع نقاط تجزئة هنا فنسمي النقطة الأولى هي X0 النقطة الثانية X1 النقطة الثالثة هي X2 النقطة أخيرة مثلاً هي X3 تساوي إلى B عندئذ أن يتجزئ الفترة A B إلى فترات جزئية فأول شيء نحتاج إلى تعريف نقول عن B أنها تشكل تجزئة لفترة A B بواسطة النقاط إذا كانت هذه النقاط تحقق الشرط التالي A ينطبق على X0 X1 أكبر من X0 X2 أكبر من X1 وهكذا XN أكبر من الجميع وهو ينطبق على B بواسطة هذه النقاط تجزئة الفترة A B إلى فترات جزئية هي X0 X1 X1 X2 وهكذا إلى آخره XN نائس 1 XN طبعا بواسطة هذه التجزئة انقسم الفترة A B إلى هذه الفترات يظهر معي مفهوم آخر مادام صار عندي فترات يظهر عندي مفهوم طول أي فترة إن طول أي فترة هو عبارة عن مثلا ما هو طول الفترة الأولى طول الفترة الأولى ما هو طول X0 X1 إن طول X0 X1 هي دائما وابدا طول الفترة هي النهاية نائس البداية ولكن جرت العادة إنه يرمز لطول الفترة بـ ΔX1 طول الفترة الثانية يعني ΔX2 يعني طول الفترة الثانية اللي هي X1 X2 هي عبارة عن النهاية نائس البداية X2 نائس X1 وهكذا طول أي فترة جزئية XK فهو عبارة عن النهاية هي XK طبعا الفترة XK هي عبارة عن XK نائس 1 XK طول هذه الفترة هي النهاية هي XK نائس البداية هي XK نائس 1 إذن بواسطة هذه جزء ريمن الفترة A-B إلى فترات جزئية يظهر معي إذن أن مفهوم الأول هو طول الفترة الجزئية هي النهاية نائس البداية كذلك الأمر ما دام الأمر يتحدث عن الأطوال فعندنا مفهوم هو طول أطول الفترات فما هو تعرف طول أطول الفترات طول أطول الفترات يرمز له ب طول التجزئة B يساوي أعظم الفترات يعني أعظم الأعداد Delta X1 Delta X2 و Delta XL هذا الرقم هو الأعظم فيهم هو طول ويسمى بنظيم التجزئة أو طول أطول الفترات الجزئية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته